السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد اليوم سوف يكون موضوعنا عن الفتاة تامر ببرنامج وورد بيس كيبر ومسل القوة ومن هو ونظريات أخرى وهي نبدأ تامر هو أحد الشخصيات الرئيسية في برنامج وورد بيس كيبر ويتميز برؤية رؤى بغير إرادته تظهر وتتحقق وغالبا ما لا تتحقق وقد يكون يسر قوة أنه حامل الضوء وربما قد يتسأل البعض ما هو حامل الضوء حامل الضوء هو حامل القوة التي تمكن من القضاء على الضرام وهو الوحيد الذي يإمكان استعمال قلاسة الضوء فلنسمع لهذا المقطع قوة العديدة من الطاقات المختلفة ونجح التحالف بعد بذل جهود جبارة في دمج كل هذه الطاقات ووقع الاختيار على محارب شجاع ليتحكم بهذه القوة كانوا يعرفون أنه صادق ونزيح وكان عليه تدمير ذلك الشر وتخليص الكون منه وكان هذا المحارب هو حامل الضوء بعد أن نجح حامل الضوء في القضاء على الشر تحولت تلقى القوة إلى هذه الجوهرة وتناقلت عائلتنا هذه الجوهرة فنتنتج أن كما الملكة ميرزم قالت أن القلادة تنتقل بين عائلتها فيعني أن ابنها كان حامل الضوء وعندما وقع وماش انتقلت القوة إلى تامر والدليل دليلان أولا هو أن القلادة تنتمي لعائلتها وكذلك كان الأمير يتصف بنفس أخلاق تامر ولكن لم يكن يرى رؤى كتامر ربما تامر يرى رؤى لكي لا يقع في نفس الخطأ والدليل الثاني أنه صوته يشبه تقريبا بنسبة 80% للذي كان يتكلم عندما حصل تامر على الخلادة أما لوالديه وتشديد حماية فقد كان والديه من قوات حفظ السلام وعلى ما يبدو أن والده كان القائد وتوفي على يد جنود الدرع السوداء ثم في الحلقة الأولى سألوا طلال عن قوة جنود الدرع السوداء لأنه واجههم وهم لم يكنوا هناك في ذلك الحين لأنهم جودون فهذا يدل على وجود فريق صاق أما لعدم وجودهم والسمام الرئيس كثيرا بستطور الأموبوت وتدريبهم بشدة وهموت طلال فهو سبب خسارتهم وموتهم فطلال كان الوحيد الذي نجى من الخطر أيضا سبب وجود سامر في المقر فليس بسبب قوة فكان بإمكان أن يكون له قوة ولا يعرف أحد من الفريق كذلك يحرصون على سلامته ويهتمون به ويرقابون أيضا يراقبون أينما ذهب لأنهم يخافون من أن يخطفهم أحد من الدرع السوداء أو أحد آخر لكن من من الأحد الآخر فبالتالي قد يكون أناس أرادوا الانتقام من والدي أو تهديد قوة حفظ السلام وهنا سنسى نظريتنا ولا تنسوا للشراك والضغط على زر اللايك وإن لم تضغط فإن الشيطان منعك من ذلك وإلى اللقاء